سلطات فين تداهم حال بارات الشيشة وتصادر 100 كيلو جرام من المعسل غير القانوني يعني هذا الخبر بصراحة يعني على ما يبدو أنه يوجد العديد يعني من الأشخاص اللي فعليا يعني هذا الخبر صراحة ليش اخترنا أنه نحن ناقشه اليوم لأنه في فوضى كتير كبيرة بهذا الموضوع بصراحة موضوع بارات الشيشة كما يقال بيع الدخان ما يقال عنه المهرة بيع المواد الممنوعة من خلال مجموعات الفيسبوك بتشوف صور مليانة بشكل رهيب بصراحة على العديد من المجموعات اللي بتقوم بالترويج لهذه المواد هاي المحال اللي هي فعليا فيه جزء كتير كبير منها بيشتغل بطريقة خارج منظومة الضرائب خارج منظومة التأمين التأمينات الاجتماعية للعاملين فيها فبالتالي أنا برأيي عمليات المراقبة هاي مفيدة جدا للحفاظ بداية على صحة الأشخاص صحة المضمنين إن كان على التدخين أو على الأرقيلة يعني قدر الإمكان بيخفضوا من الاستهلاك غير المشروع يعني نعم أكيد وخاصة بيكون نفس الوقت بتكون هاي بارات بغرف مغلقة وبأجواء مغلقة فهي يعني ضرر فوق عملية التهوية غير مناسبة وضرر مركب غير كافية ضرر مركب والعمل بالأسود وكذا فهذا الشيء أكيد بيساهم بأنه فعليا يحافظ على المجتمع بشكل بآخر أنا بشوفه إنه هو قرار يعني أو أي أو خليناه إجراءات مفيدة إجراءات مفيدة وحتستمر خاصة بالصيف المقبل هذا بتصور حتستمر بشكل أكبر كمان من السابق موسيقى